السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج عليه الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا يستفيد من الحلقة اللي نبقى قدمها لكم أول بأول تعالوا باننا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه حلقة النهاردة مميزة جدا هعرفكم من خلالها إزاي من حل مشكلة الإشارة في الريسيفر داريك من موديل تسعمائة وتسعين بلاص الريسيفر دون جالنا قطع إشارة أو بمعنى صح ما فيش إشارة خالص في كل خنوات فبطريقة سهلة ومن خلال الخطوات اللي أنا بقدمها لكم هتعرف إزاي تتعامل مع المشكلة اللي جالك في الريسيفر وفي حلقة قبل كده كنت عرفتوك إزاي بنحل مشكلة اللامبة الحمرة في حالة ما الرسيفر مثلا يكون واقف على ستاند باي أو لامبة حمرة يعني ما بيفتحش أو ما بيمشي معايا خالص والفيديو موجود داخل القناة وتقدروا ترجعوا له عشان تقدروا تستفادوا منه وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده كل مشكلة بإذن الله بيبقى لها أكتر من حل فمن خلال الفيديوات اللي أنا بقدمها لكم هتقدر تتعامل مع المشاكل اللي بجيلك في الريسيفرات كلها أو في الأجهزة الإلكترونية سواء شاشات العرض أو التلفزيون أو الريسيفر نجي بالنسبة لحلقة النهاردة ريسيفر من نوع أو الموديل بتاعه 990 بلص دركي 990 بلص الريسيفر ده جاء قطع إشارة أو ما فيش سيجنال خالص على كل القنوات يعني لو جبت أي خناعة قدامها مثلا على الشاشة مثلا المجدو قرآن أو السعودية أو أي خناعة هلاقي إرصفر ما بيديش أي إشارة أو كاتب ليوجد إشارة على الشاشة وأيضا لو جتغير أجيب أي خناعة تانية أو أدخل على قيمة الترددات هلاقي السيجنال بتاعي ما فيش خالص أو موجود صفر جنب السيجنال السيجنال والكوالتي موجود عليهم صفر يعني ما فيش لا سيجنال ولا كوالتي اللي هي الجودة أو الإشارة مع دومين من على رسيفر خالص ومكتوب جنبهم صفر بالرغم أن أنا موصل سلك الإشارة لكن بالرغم من كده ما فيش أي إشارة خالص على رسيفر والرسيفر دي فيه مشكلة سيجنال وهنتعامل معها من خلال الخطوات اللي في الفيديو أو الحل بتاع النهاردة عشان نقدر نحل المشكلة دي بكل احترافية وبكل سهولة في الحالة دي كل اللي هعمله هاجب وحدة الخاص بتاع اللي هي الأفوميتر وافتح الجهاز بتاعي واقس المكونات الإلكترونية الموجودة على رسيفر بالنسبة لخارج التيونر اللي هو خارج الإشارة وأيضا المكونات الأساسية زي الفلاش والبروسيسور هائس أيضا الريجوليتر بتاعي كل دي هلاحظ أن العناصر الإلكترونية مخرجة معايا باور يعني ما فيش أي مشكلة بالنسبة للعناصر كلها وأهم ما في الموضوع اللي هو IC الإشارة أو IC المجاور للتيونر بتاعي زي ما انتو شايفين قدام حضراتكم الفلطيات كلها موجودة ومادية الفلطيات بصورة سليمة في الحالة دي ما قداميش هل أعمل حاجة واحدة هي بإذن الله اللي هتوصلنا للعب الفلسيفر وهو أن أنا أفتح الغطاء بتاع التيونر دوا وقبل ما بفتح الغطاء بتأكد إن الفلطيات بتاع التيونر أو IC الإشارة مغزة التيونر اللي هم التلاتاشر أو التمنتاشر فلط يعني لو جبت على أي خناة بتتعامل بنظام الفيرتكل أو نظام الهوروزينتل اللي هو نظام الرأسي أو الأفقي هلاقي إن الأشارات كلها موجودة على التيونر أو على موجب التيونر نفسه بعد ما بقس الفلطيات كلها من على ناصر الإلكترنية وأيضا بقس من أسفل زهر الرسيفر أو من أسفل زهر البردة هلاحظ إن التيونر بتاعه أو الموجب بتاع التيونر موجودة عليه الفلطيات سواء على أي قناة مثلا مجد قرآن أو السعودية وبغير فكل القنوات مجرد ما بلاقي الفلطيات بتاع تواصله لخارج التيونر أو للموجب بكده يبقى التيونر مخرج معايا الفلطية وما فيش أي مشكلة بالنسبة لأيسهات الإشارة وأيضا للمكونات الإلكترنية الموجودة على بردة الراسيفر زي الفلاش أو الرام أو البروسيسر وأيضا الريجوليتر وأيسي الباور وأيسي الإشارة كل الأيسهات مخرجة معايا الفلطية والعناصر دي بتغزي الجهاز بصورة صحيحة أو بصورة سليمة في الحالة دي هتعامل مع المشكلة بطرقة سهلة وبطرقة احترافية كل اللي هعمله بعدما تأكدت من عناصر إلكترنية أنها مغزية الجهاز ومخرجة الفلطية بطريقة صحيحة هاجل لقلبة التيونر اللي قدام حضراتكو دي وده اللي هيبقى في المشكلة ونقدر نتعامل معاها بطرقة سهلة من خلال الخطوات اللي وراءة الوقت لحضراتكو أول حاجة هجب مكوة اللحام عشان أفكي لقلبة دي أو هتعامل مع العلبة بتاع التيونر اللي هي بيركب فيها سلك الإشارة وبتغزي الرسيفر عشان يستقبل معايا الإشارات والرسيفر يطلع معايا جهد الباور أو الفلطيات ويستقبل معايا كل القنوات وكل الإشارة هفكي العلبة دي بطرقة سهلة من خلال مكوة اللحام وأيضا ممكن أستعمل الهوت بتاعي اللي هو الهوت اير لأن العلبة دي بتبقى ركبة بنظام معايا فلو مكوة اللحامة جاوبتش معايا هقدر أتعامل من خلال الهوت اير وفترقة سهلة جدا مجرد ما هرفع الغطوة بتاع العلبة ديون هيتضح لي من الرسيفر اللي قدامي في الحلقة بتاعي النهاردة أن في رتوبة جمدة أو في خطوة كتير متقطعة أو في عناصر بالنسبة لعناصر التغزية مش وصلة لموجة بالتينر ففي الحالة دي هي اللي مسبب لي في الشرط أو ما فيش إشارة خارجة وما فيش فلطية خارجة عشان الرسيفر دو أن يقدر يستقبل الإشارة من الأمر الصناع بتاعي فكل اللي هعمله عن طريق الأزير بعد ما بنضف طبعا بفرشة البنزين كل اللي هعمله عن طريق الأزير ومكوت اللحم هعمل خط سير أو همشي وراء كل الخطوط اللي هي المسار اللي بتغزي موجة بالتينر لحد ما وصل للخطوط المتهتكة أو المتقطعة عن طريق الأفوميتر أو ممكن عن طريق وحدات القياس اللي عندي في الحالة دي أي خط سير أو أي مسار متقطع وما بيوصلش الموجة بالتينر كل اللي هعمله هوصله وهوصل الخط دوان لموجة بالتينر وطبعا احنا عارفين كلنا سواء فني أو مبتدئ في مجال الإلكترنيات إن في حاجة اسمها موجة بالتينر والأرض بتاع التينر الموجة بدوان لازم ياخد الفلطية عشان التينر يقدر يغزي الـ LNB وتستابل معي الإشارة بطريقة صحيحة وأيضا الأرض دوان لازم يبقى موجود عشان يبقى عليه الحماية وفي نفس الوقت الفلطية تخرج مزبوطة أو تخرج معي بصورة سليمة ففي حالة قصر في الفلطيات دي أو الخطوط دي مش وصلة معي بطريقة صحيحة سواء الخط الموجب أو الخط السالب اللي هم الطرفين الأرضي والكهرباء بتوعي اللي بيوصلها على التينر في الحالة دي الرسيفر مش هيخرج معي الإشارة بطريقة صحيحة لكن ما بجرد ما بوصل المسارات بتاعتي أو الخطوط اللي كان فيها المشكلة وما بتوصلش الفلطيات واجه جرب الرسيفر بتاعي من خلال الفيديو اللي قدام حضراتك دوان ومن خلال الحلقة بتاع النهاردة هلاحظ أن الرسيفر اشتغل معي والإشارة اشتغلت معي بالفعل واجبت معي جودة الإشارة 100% وفي الحالة دي لو جيت أغير القناة أصلا وأجيبها على أي قناة تانية أو أغير الترددات وأجيبها على أي قناة تانية هلاحظ أن كل الترددات اشتغلت معي وكل القنوات اشتغلت معي على الرسيفر بطرقة احترافية وبطرقة سهلة جدا وكانت المشكلة كلها أن فير توبة على IC التونر وهو اللي متسبب في تقطيع خط المسارات اللي بيوصل عندي لموجب التونر أو لخط الكهرباء اللي بيخرج الفولت عشان اللي اللي بيه تستقبل عندي من الأمر الصناعي والرسيفر يقدر يوصل للإشارة والجهود بتاعته تخرج بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة ومجرد ما بوصل الخطوط ديان بالفعل الرسيفر اشتغل معي وأيضا لو جدت أدخل على قيمة الترددات من خلال المينو وادخل على قيمة التركيب أو أدخل على قيمة الترددات من خلال قيمة المينو بتاع الرسيفر هلاحز عندنا الإشارات عندي أو الجودة اللي هي الكوالتي وفي نفس الوقت السجنة الموجودين عنده على رسيفر بطريقة عالية والكوالة والجودة مدين بتاعتهم السجنة البتاعي او الجودة بتاعتهم بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة ويبقى كده قدرت احل المشكلة بابسط الطرق ومن خلال خطوات احترافية جدا او من خلال نفس الخطوات اللي اتبعتها في الفيديو بتاع النهاردة يبقى اي رسيفر اقدر اتعامل معاه بنفس المشكلة وايضا من خلال نفس الخطوات ونفس الحلول اللي ورتها الوقت لحضراتكم سواء اذا كان نهار صفر دريك 990 بلص او كل ال رسيفرات هاجي لي ايضا فها نفس المشكلة السجنة最كلة مع دمان خارص ومدين الصفار موجودين عندي السفر موجودة على كوالته والسفر موجودة على السجنة من خلال نفس الخطوات اللي عملتها في رسيفر دريك 990 بلص هقدر انفذها في اي رسيفر او في كل الانواع اللي هاجي لي فيها نفس المشكلة سواء الجهاز عندك في البيت او انت في ان مبتدأ في مجال الالكترونيات هتقدر تتعمل معه مع مشاكل الرسيفر بطرقة سهلة وبطرقة احترافية جدا سواء الرسيفر ديريك تسامة وتسان بلاص وكل الاجهزة وكل الانواع اللي بتجيل فيها نفس المشكلة ومن خلال الفيديوهات والحلقات الكتير اللي انا بقدمها لكم وكل الحلقات زي ما قلت لحضراتكم بتكمل بعضها لجماع حلول مشاكل الاجهزة الالكترونية لو عجبك الفيديو استفدت منه اي معلومة او لو انت اول مرة تتفرج على القناة اضغط لايك واشترك في القناة واحد ما حاجة اتفعل الجرس عشان اوصل لك منه كل الشرحات وكل ما هو جديد فعلا من الالكترونيات بكده حلقة النهاردة خلصة اتشوفكم على خير في حلقاتان اياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته